طيب خبر تاني من الكرة الألمانية ولوتا ماتيوس لوتا ماتيوس من عظماء كرة القدم في العالم وعلى مستوى طبعا باير ميونيك على مستوى منتخب ألمانيا الأسطورة لوتا ماتيوس اللي بيعتبر واحد من ثلاث لعيبة بس في العالم شاركه في خمس نسخ متتالية من كاس العالم النهار ده قال إن منتخب بلاده منتخب ألمانيا ما بين المنتخبات المرشحة للفوز بكاس العالم القادم لكن في نفس الوقت قال برضو بالنظر لأداء الفريق في النسخة السابقة من كاس العالم وكمان في بطولة أمم أوروبا هو قال أتمنى أن يكون منتخبنا يكون يتعلم الدرس حضراتكم عارفين منتخب ألمانيا في النسخة الماضية خرج من الدور الأول وكمان على مستوى أمم أوروبا حتى ما تواجدش في الأربعة الكبار ولكن بيقول أن أتمنى إن شاء الله منتخب ألمانيا يكون يتعلم من النتائج السلبية وقال إنه على يقين إن لدينا فريق قوي لا ينخش عليه من مواجهة المنتخبات القوية زي البرازيل والأرجنتين وإنجلترا بالإضافة كمان لحامل لقب كاس العالم الماضية المنتخب الفرنسي وقال كمان لوتا ماتيوس لدينا منتخب يمتلك إمكانيات هائلة ويلعب بروح الفريق مع مزيج من اللاعبين ذو الخبرة والعناصر الشاب وكمان أدرك وبيقول أدرك منتخبنا الآن الحاجة لللعب مرة أخرى كفريق كوحدة وحدة متماسك مما يجعل المنتخب الألماني مرشح بقوة إلى الفوز بكاس العالم القادم